أنا مع توقع سلام مع إسرائيل أنا مع توقع سلام مع إسرائيل ليه؟ لأنه هذه بتعملك إشكال بالبلد كمان لو عندك حزب الله الرافض القطعي لهالموضوع أنا عم بحكي بس على قاعدة الإنباشنودة أنه المسيحيين آخر ما ندخلونا إلى إسرائيل اليوم عم نشوف حركة بالمنطقة أنا ليش عم قول هيك؟ عم قول هيك لأنه حرام اللي عم بصير بالمنطقة حيوصلوا على سلام مع إسرائيل بدنا نحكي واقع بعد الاتفاق النووي بس يفوتوا بمراحل تطبيع يروحوا على تطبيع خلنا نكون واقعيين واللي عمله حزب الله بموضوع ترسيم الحدود كان عملية تسهيل وإشارة أنا عم قول هيك تقول أنه يعني بكفر يسقط شباب يروحوا بالغلط تبا كيف؟ لتنعمل تايران تقوي حصوصها بالمواجهة ما هو بالنتيجة يعني أنا بعرف صديقي لألي ما عم نحكي هلا أنه توفى خيو بهذا الإتال ما كلنا بنشعر مع بعضنا ما بنا نحكي هلا أنه عمليات كلام أنه هيك مزايدات هيدا أنه أنا دائما أنه عشناها تبا كيف أنه عمل معركة لأي بأي أتجاه أخذ العالم على المعارك تبا كيف؟ مش أنه هيك أنا عمول إيه مع توقيع السلام على إسرائيل بس طبعا السلام له من درجات يعني تبا كيف أنت شو بكون آخد منه شو بكون عاطي بس إنه إذا بدو دام لبنان يعني كلنا راحين دول عربية ورايحة إيران مع الوقت خدم مني إذا أعطت الله على توقيع على تفاهمات بالمنطقة تفاهم إيراني إسرائيلي؟ أخي ديومنا عم بيسير مع إيران إنه إيران بنعشوها بيعطوها أموال عشر مليار دولار بحطوهم بقطر اللي هي عم تلعب دول بنفس الوقت بروحوا على جز ضرب عناصرة وفريقة بالمنطقة بالشرق الأوسط بسوريا وشفنا العراق كيف متغيئ إنه ليش بيعطوها هالكمية تهي يعني أنه بتنعبين عشرها الأموال بنظامها بالداخل وتقبل بسقوط أزروعة بالمنطقة طيب باللحظة معينة لاش تهي يعني الحزب أنا أفصل بين الحزب والطائف الشرعية لاش أنه الحزب بلحظة بيوصل لوقت انقباض بوضعه لاش تيكون مثلا التمن هو لاش ما بيكون هو مبادر إلى تفاهم مع القوى اللبنانية ويشوفوا شو مصلحة العامة وما عم نحكي شعر دايما بقوله مش بها السهولة عم بحكي بس أنا عندي أناعة إنه دايما حدا بدفع التمن الحزب حزب الله ليس بحجم الإخوان المسلمين بمعنى اللي كانوا بتركيا هو أكبر وأضخم وهو لصيق ببيته يعني فيه بقائع مختلفة إلا إنه بلحظة تفاهم مصري تركي إنه ضيقوا على الإخوان المسلمين وراحوا على البوسنا أنا دايما بخيف بعرف أنه فيه تفاهمات أنا دايما بقول أنه دايما فيه تفاهمات يتفع حقا الضعيف مشنهيك بلحظة معينة تفاهمات دفعوا حقا المسيحية نهون ما هذا بدلا كده وقت تفاهم الأسد وقت التفاهم حافظ الأسد كان مع أمريكا على يعني بقت حرب العراق دفعوا حقا المسيحيين أنا هذا اللي عم قوله نما يعني فيه حدا دايما بحركة الشعوب بده يقع حدا يتفع على التمن ترجمة نانسي قنقر